السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم إن شاء الله بهذا الفيديو نرجع بفيديو آخر أو باتصال آخر لكذب الوهابية العلني والصريح والمباشر على أهل البيت عليهم السلام على الحاجة وعد الله منه على السيد ميثم على الشيعة بالصورة عامة كذب علني بطريقة واضحة راح نبينها إن شاء الله سليمان أبو نجم يتصل على الحاجة وعد الله منه يقول إنه ما حكم أو أنتم تقولون أنتم تقولون أنه دم الإمام العسكري عليه السلام نجس ويقول بكل اختصار وبكل بساطة أريد حكم من يقول على دم الإمام الحسين وهو يقصد دم الإمام العسكري لأن تتمت الحوار كانت تتمت حواره بخصوص الإمام العسكري عليه السلام وليس الإمام الحسين لذلك إن شاء الله راح نبين بكل اختصار بكل بساطة من دون أي شيء راح نبين أنه هؤلاء هؤلاء مجرد كذبة لكن أقول قبل أن نبين هذا الكذب نقول نحن نناقش الأفكار ولا نناقش وليس من همنا تسقيط الأشخاص فهذا الشخص وغيره لا يمثل لنا شيء أطلاقا ونهائيا إنما الفكرة سنناقشها ونبين أنه كلامه خطأ ونبين للعقلاء للعقلاء الذين يبحثون على الدليل وعن الانصاف الطرف الآخر راح نبين لهم أن هذا الشخص كذاب ومن كلامه نفسه يقول أنه دم الإمام العسكري هو دم نجس ويقول ما حكمكم يا شيعة اللي راح نبينه إن شاء الله اللي راح نبينه أولا طلب الحاج وعد لامة منه أنه اذكر لي المجلد واذكر لي الصفحة وأيضا من قال هذا الكلام وهنا الوهابي يذكر يذكر أنه كلام للشيخ للشيخ اليزدي يقول وما هو نصا راح أذكر لكم إن شاء الله كلامه وراح نتركه مع كلام الحاج وعد لامي وأيضا كيف قرأ من الكتاب وكيف حاول أن يؤول أن يؤول هذا الشخص الوهابي يقول أنه مسألة رقم ثلاثة الدم الأبيض إذا فرض العلم أو إذا فرض العلم بكون دم نجس كما في خبر فصد العسكري صلى الله عليه ويكمل فيقول أنه كما هنا يقصد أنه دم الإمام العسكري نجس والعياذ بالله نتركه إن شاء الله أولا مع تكذيب الحاج وعد لامي لهذا الشخص عندما قرأه من الكتاب نفسه نتركه إن شاء الله معك كلمة الحاج وبعد هنرجع إلى كلمة السيد ميثا من موسى وهو يشرح الرواية من المصدر الأصلي طيب تفضل وانا أقبل أنا قبلت التحدي بابا أي تحدي وانت شنو حتى تفضل أنا أحترام لك لست أهلال التحدي شنو سؤالك ما في مشكلة براحتك تدلل براحتك تفضل يسأل سؤالك أسأل وجاوب كما تريد ما حكم من يقول أن دم الحسين نجس من قال دم الحسين نجس من قال الطينا الطينا طينا أنه من قال فضل مجلد absolut نعم ما حكم من يقول أن دم الحسين نجس الطينا لا 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 شوف اسمع الحكم هذا اللي نحاور جهل بابا الحكم يعطى إذا علم حال الشخص واحد مجنون واحد لا يعي واحد نستعلم منه ما كلمة النجاسة لا يعي الكلمة لذلك عندما نوقع الحكم على إنسان ينبغي أن يستعلم من هذا الإنسان كما أنه عندما نريد أن نكفر كما تقولون كفر المعين هناك شروط وهناك موانع فأحكم على واحد يجوز وهذا مجنون ما يفهم إنسان مدارك ما يعرف عنده قصد آخر خليه شوفه منه فضل المجلد والصفحة فضل لا ما تعطيني حكم يعني فضل المجلد والصفحة لطفا ما تعطيني حكم يا أستاذ وعد فضل المجلد والصفحة لطفا حجين يا حجين يا رئيس رح نشر الاتصال يا أستاذ وعد أنا عارف شو ما يريد يقول بس خليها تطلع من لسانه هو خليه تطلع من لسانه لا 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 سيدنا خلي شوفه الجواب شون صاعده خلي شوفه الجواب شون صاعده يلا تفضل تفضل المجلد والصفحة تفضل طيب طيب في الاب الاسبال لكازم اليازدي يسأل سؤال عن الدم الأبيض فيقول استحال تحول الدم إلى دم أبيض في ان hi to the a 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 b a a a a a b c you a a a不要 a وش شو اسم الكتاب حده تتوتى حده تتوتى حده تتوتى أى لو تتوتى شو اسم الكتاب اه شو اسم هذا شفيك انت بابا شفي لك شوتتوتى لا تتوتى اقطينا اسم الكتاب اهدا اهدا هدو هدو اعدى يا ابتاز وعدى توتر. شو اسم الكتاب? العروة الوسطة لكازم اليسدي. لا لا اريد الرواية كاملة اقرأ ما موجود في الكتاب. بدون ان تضيف من جنابك الكريم. تفضل. مسألة الدم الابيض. بابا اقرأ. اي اقرأ. اقرأ. الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دم النجس. مم. كان في خبر فصل العسكري. اي? وين الان? الان. الان. هذه المعجزة التي حصلت لحسن العسكري رضي الله عنه. يقول ان هذا دم الفصل الذي خرج منه دم النجس. وين قال انه دم النجس? وين قال? العروة الوثقة يا اخي. لا لا. اعرف اعرف في هذا النص. اين قال ان دم الحسن العسكري دم النجس? اين قال? يقول كما كما الدم النجس كما في خبري خبري ما ترف ما تفكك الكلمات والعبارات وين راح تفكيك العبارات عندك. اي خبري يعني شنو هو الخبر الذي يعني في خبر في بحار الانوار اقرأ لك الخبر? لا نقطة 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 بعدين نعبر على بحار الانوار. هنا ما يوجد هو ينقل كما في الخبر انه حول موضوع النجاة. اقرأت الخبر انا? اصبر اصبر الان تورطت. شوف الان بدأت لي التهرب الى موضوع اخر. الان هل قال? هدوء 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 انا ارجوك ان تهدأ تهدأ. اين قال ان دم الحسن العسكري نجس? وقال كما في الخبر. هل في الخبر انه دم الحسن العسكري نجس? اخواني هذا الكلام امامكم على الشاشة. ويقول هذا الكلام امامكم على الشاشة. مسألة الدم الابيض اذا فرض بكونه دما نجسا كما في خبر فصل العسكري صلوات الله عليه وكذلك اذا صب عليه دواء غير لونه الى البياض. اما نجازة نجاسة الدم الابيض بعد فرض العلم بكونه دما فللاطلاق ما يدل على نجاسته من النصوص ومعاقدي الاجماعي وعدم تقيدي بوجود الحمر حتى تكون الحمر شرطا لنجاسته. هذا الكلام امام الشاشة. وين انه قال دم الحسن العسكري نجس? ممكن تقول ما معنى كما في خبر فصل العسكري? اصبر. الان تقول ما معنى. الان قلبنا من التصريح الى المعنى. يعني هذا معنى من عندك. اذا اول شيء يريدك ان تعترف انه ما قال دم الحسن العسكري نجس. هدوه 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 هدوه. الان لما صدناك تريد التذهب الى المعنى. شوف اخواني هؤلاء دينهم للأسف الكذب. والدين ما يمشير بالكذب. اول شيء انت اذا تريد ان تقول انه معنى الكلام هذا. فوريدك ان ترفع الرأي البيضة. تقول انه لم يقول انه دم الحسن العسكري نجس. توافق ولا لا? هذه من معجزات الامام العسكري. شوف اخواني. بابا انا واضع الكلام. انت بو تقول فضيحك افضحك. فضيح اخواني. هذا الكلام كاملا مسألة. اين القول انه دم الحسن العسكري نجس. اعيد القراءة. الدم الابيض اذا فرض بكونه دم نجسا الى الاخري. وين قال انه دم الحسن العسكري نجس? كما في خبر فضي العسكري ما معنى الكاف هنا? فكك العبارات يا استاذ وعد. اذا لماذا الكاف ذكر الكاف? كمثال. هذا هذا وين قال? قال الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دم نجس كما في خبر بابا اكو خبر روية خبر هو اراد ان يفصل ان الدم النجس كذا والدم الابيض كذا. وين قال انه دم الحسن العسكري نجس? لا حول ولا قوة الا بالله. تعال فهم هؤلاء. وين قال? قال نجس. دم الابيض النجس الا دم الحسن العسكري? شلون? الا يوجد مثال اخر? اه الان 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 بعد ان تورطت تقول لي انه ضرب مثلا. اذا اريدك ان تصرح الان انه لم يصرح كما انت افتريت ان دم الحسن العسكري نجس. فضل. اعترف. الخبر صريح يقول كما في. لا حول ولا اقول. ان هذا الخبر. بابا انا اريدك تصرح يا اخوان امامكم انا معلم الان على الشاشة. اين في هذا الكلام انه دم العسكري نجس يا ناس? مو الكلام امامك? والله والله يب عليكم. يا اهل السنة بالله عليكم. اهؤلاء من يمثلونكم? يا اهل السنة بالله عليكم. اترفعون رؤوسكم بهؤلاء? يا اهل السنة اتفخرون بهؤلاء? يا اهل السنة اهؤلاء مشايخكم? يا اهل السنة اهؤلاء محاوريكم? يا اهل السنة اين مشايخكم? لماذا لا يأتون ويحاورون? حياكم الله من جديد مثل ما استمعته ومثل ما شفته. مثل ما شفته انه هذا الشخص يؤول يؤول على كيف فقط لا موجودة كلمة انه الامام العسكر والعياذ بالله الدم نجس اطلاقا ونهائيا. انما يقول هنا كما كما يعني يريد ان يعطفها على الامام العسكر عليه السلام. اه مثل ما راح يستعرض السيد ميثم الموسى انه انه هنا كما وكما ذكر الشيخ اليزدي كما ذكر الشيخ اليزدي انه كما يعني في الخبر وليس كما يعني كما دم الامام العسكري عليه السلام. اه نستعرض كلمة السيد ميثم المسوي بهذا الخصوص وشرح للرواية وأنها أصلاً معجزة معجزة يشرحها الحاج وعد اللامي أو السيد ميتم المسوي من هذه أو في هذه الرواية أولاً الرواية في كتاب الكافي هذا من المضحكات المبكيات الرواية في كتاب الكافي والرواية كما أقرأها كما هي يقول علي بن محمد عن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن المكتوف حدثني بعض أصحابنا عن بعض فصادي العسكر من النصارى إن أبا محمد عليه السلام بعث إليه يوماً هذا نصراني جاء بعث إليه الإمام العسكري عليه السلام ليفسد الدم يقول وقت الصلاة الظهر فقال لي أفسد هذا العرق قال ولا ولني عرقاً لم أفهمهم من العروق التي تفسد فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا يأمر لي أن أفسد في وقت الظهر وليس بوقت فاصل والثاني عرق لا أفهمهم طبعاً مع الإعلم أن الرواية في سندها مجاهيل ولكن ما علينا ثم قال لي انتظر وكن في الدار فلما أمسى دعاني وقال لي سرح الدم فسرحت ثم قال لي امسك فأمسك ثم قال لي كون في الدار فلما كان نصف الليل أرسل لي وقال لي سرح الدم قال فتعجبت أكثر من عجب الأول وكرهت أن أسله فسرحت فخرج دام أبيض كأنه الملح قال ثم قال لي احبس قال فحبست قال ثم قال كون في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانة أن يعطي ثلاثة دنانير يعطي هو يعني فأخذته وخرجت حتى أتيت ابن بخت شيوع النصراني للكاهن ماله فقصصت عليه القصة قال فقال لي والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطب ولا قرأته في كتاب ولا أعلم في دهرنا ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فخرج إليه قال فاكتريت زورقا إلى البصرة وأتيت الأهواس ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته الخبر قال انظرني أياما فأنظرته ثم أتيت متقاضيا قال فقال ان هذا الذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرة يعني القضية قضية إعجازية لأنه لا يوجد دم بلون أبيض القضية قضية إعجازية أما الأخ فما أعرف الله سبحانه وتعالى وين ممد عقله بياسة وحابي ياجهة والكاظم اليسدي ما قال انه دم الإمام العسكري عليه السلام مولانا يكذبون أمام الله سبحانه والله النص أمامهم على الشاشة هو يقول مين قال انه الدم نجس يقول كاظم يجدي وين هذا النص أمام الجمهور النص ما قال لكن هو الدين عندهم ممكن أن ينشروه بالكذب الله مصلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين حياكم الله من جديد وبختام الفيديو أقول كلمة وكلمة في غاية الأهمية أن هؤلاء الوهابية يريدون فقط طرح الشبهات طرح الشبهات لكن وجود برنامج متخصص فيه السيد ميثن الموسوي والحاج وعد اللامي تفكيك لهذه العبارات وهذه الشبهات التي يطرحها الوهابي تفكيك تام وكامل بعدها يتبين لجميع الأشخاص الذين ينصفون الحقيقة أنها لا يأتوا إلا بشبهات ولا يأتوا بشيء حقيقي فمبدئيا ذكر هذا الشخص وكما سمعنا ورأينا سمعنا ورأينا أن هذا الشخص ذكر رواية عن الشيخ الشيخ اليزدي وذكر رقم الصفح جيد وذكر رقم الحديث أو رقم الفتوى وذكر الكلام وذكر جيد هذا كل شيء جيد لكن لكن هو حاول أن يؤول حاول أن يفسر حاول أن يجعل أن يجعل من كلام الشيخ اليزدي هو منقص بحق الإمام العسكري عليه السلام وأنه يقول الشيخ اليزدي أنه دم الإمام العسكري نجس هذه أولا أقول هذا الشخص الوهابي الكذاب القرآن الكريم عندما يقول يد الله فوق أيديهم هم دائما ما يأخذون على الظاهر من دون أي تأويل من دون أي كيفية من دون من دون من دون فهنا عندما أتت لك هذه الرواية أنت شخص في محتقدك وفي التوحيد الذي عندك ربك اللي هو ربك شاب أمرت تأخذ دينك وتوحيدك على الظاهر فكما تأتي الآية القرآنية على الظاهر أنت كيف تفسر هذه الرواية الشيعية على محمل التأويل لماذا لا تأخذها على الظاهر هذه أولا كما في خبر العسكري أي بمعنى كما في حديث الإمام العسكري الذي ذكر السيد ميثم الموسوي واللي بالمناسبة مثل ما بيّن السيد ميثم أنه فيه مجاهيل لكن الرواية تتحدث عن معجزة وأيضا إذا لاحظت عندما ذكر الحاج وعد لهم هو استعرض الدليل واستعرض الكلام الأصلي كانت هناك كلمة النصراني يعني الشيخ اليسدي كان يقصد يقصد الرواية الرواية التي ذكرها السيد ميثم الموسى لأن كانت متصلة مع بعضها البعض فالشيخ اليسدي بالتأكيد بالتأكيد لا يقول أنه دامي الإمام الحسن العسكري نجس إنما هذه مجرد افتراءات وافتراءات نرجع إن شاء الله بكشف الحقاق ونبينها للمشاهد المنصف نرجع إن شاء الله بكشف الحقاق ونبينها للشخص الذي ينصف الحقيقة ولا يتبع حواه ولا يتبع مجرد أنه هذا الشخص شيعي فأضربه وأضرب دليله وأكذب عليه وأبهته بطريقة علنية وواضحة إن شاء الله هذا الكذب سينتهي بوجود هذه القناة قناة الحجة الفضائية وبالتأكيد قناة الحاجو عدلامي وهذا البرنامج القيم سؤال بريء وإن شاء الله وأأمل إن شاء الله أن تكون لقناة خواطر فكرية دور ولو بسيط جدا بكشف هذا الكذب من خلال تسليط وتبيان وتبيان الحق للمشاهد المنصف وتبيان ما يتكلم به الوهابي بطريقة سريعة ومباشرة نبين الحقيقة إن شاء الله عن طريق فيديوهات ملخصة ملخصة لهذا البرنامج اللي دائما وأقول هذا البرنامج القيم سؤال بريء انتظرونا إن شاء الله باتصال آخر وفيديو آخر يبين ويوضح كذب وافتراء الوهابية وكما قلت نحن نناقش نحن نناقش الأفكار ونفندها ونكذبها بالدليل والبرهان فانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة وفي أمان الله